هناك تغيير جذري في المنطقة وأن المنطقة برمتها قادمة على التطور جديد في كل الدول العربية والمنطقة بشكل عام نعم والكل يدرك تماما أن يعني الانتظار لمبعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية سيكون هناك الكثير من إذا صح التعبير تغيير في مسار الرؤى والأمور التي كانت تتخذها بعض القوى شعارات لها أو أفكار أو ما شئ تماما أنا أعتقد أن القوى العراقية تحديدا تدرك خطورة المرحلة وخطورة التطورات ونحن الآن في العراق أمام خيارين لا ثالثة لهما وهي إما التطلع إلى عراق وطني آمن مكوناته شريكة أساسية في إدارة الحكم دون أن تكون لصيقة أو ملحقة بالمشروع الإيراني لأنه اليوم المحور هذا هو حتى لا نتخبى وراء أصبعنا وإما الجميع يعرف أن خطورة العقوبات ستشتاد لسيما بعد الانتخابات الرئاسية ستشتاد لسيما بعد الانتخابات الرئاسية ستشتاد لسيما بعد الانتخابات الرئاسية مغاية ستشتاد لسيما في العراقها